فشلت مساعي خفض التصعيد التي اعتمدتها فرنسا بشأن ملف إيران النووي وزير الخارجية الفرنسي جون إيل لدريون أقر بهذا الفشل وربطه بعدة أسباب من بينها الهجمات على السعودية سترد فرنسا على عدم تعاون طهران وعلى ما تعتبره باريس خرقا إيرانيا متكررا للاتفاق النووي لاحظنا هجمات إقليمية شنت من قبل السلطات الإيرانية بما فيها ضد السعودية وبموازاة ذلك تسعى نطاق التظاهرات التي تقمع بشكل خطير جدا في إيران وهو ما ندينه بشدة كل ذلك لا يسهل مساعينا لدريون كان يتحدث أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ردا على سؤال لهذه السيدة التي قالت لنا إنها تحمل الأمريكيين والإيرانيين مسؤوليات متساوية عن العرقلة أدين موقف الأمريكيين الحاضرين تجاريا في إيران ويعرقلون وجودنا وقد رأيت ذلك عندما كنت هناك فيما يستفيد الإيرانيون من ذلك لإضعاف موقفنا آلية فض النزاع التي تلوح فرنسا بتفعيلها تعطي إيران مهلة 65 يوما للتعامن وإلا سيعاد فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بشكل كامل هنا في مجلس النواب أعلن لدريون عن احتمال تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي وهذا يعني عمليا على المدى البعيد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلويح فرنسا بعد ألمانيا بهذه الخطوة تزامن مع إعلان باريس فشلها في مساعي خفض التصعيد في ضوء الهجمات الأخيرة على السعودية والقمع الذي يمارس على المتظاهرين في إيران بحسب وزير خارجية فرنسا سينيق نايبر الحدث باريس